اهلا بكم من جديد نبدأ النشرة من الشأن المحلي حيث اعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زيد الزياني عن الخطة النهائية لتطوير سوق المنام القديم متوقعا ان يدخل المشروع حيث التنفيذ قبل نهاية العام الجاري 2017 وقد اكد الوزير الزياني خلال جلسة موسعة ومؤتمر صحفي ان الخطة التطويرية الجديدة تهدف الى توفير كافة المتطلبات للسياح والزوار لهذا المرفق الحيوي السياحي العريق فيما صرح الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة انه تم عقد اجتماعات ولقاءات تفصيلية مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة اضافة الى اجراء ورش عمل مع مجموعة مختارة من التجار لمعرفة متطلباتهم كما اكد رئيس لجنة السوق القديم خالد الزياني ان الاستثمار في المشروع سيكون استثمارا للمملكة التي عرفت بعراقتها وريادتها في التجارة الخطة النهائية لتطوير سوق المنام القديم والتي عرضت من قبل مستشار معين لهذا المشروع وتم اعتماد الخطة مبتائيا ورح ان شاء الله ننتقل الى المرحلة القادمة وهي المرحلة التفصيلية اللي رح يستعرض فيها الميزانيات والمدد الزمنية المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع طبعا هذا المشروع ابتدى بتوجيه من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في احد زياراته الى غرفة تجارة وصناعة البحرين وهذا مطلب كان قديم من زمان انه التجار في سوق المنام القديم يطالبون بتجديد وحياء المنطقة الاتجاه اللي اخذنا ان احنا نخلق من سوق المنام القديم ان شاء الله مقصد سياحي في خبر اخر بلغ حجم التداول العقاري خلال الربع الاول من هذا العام 2017 بلغ حوالي 289.956.209 دنانير وقد ارتفع حجم التداول العقاري في البحرين بزيادة تقدر باكثر من ثمانية بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2016 هذا ومن المتوقع ان يتم اقرار قانون التنظيم العقاري خلال شهر لتشجيع الاستثمار العقاري وتسهيل مهام المطورين العقاريين وتشجيع الحركة العمرانية وقد اكد مراقبون ان قانون التنظيم العقاري سيغير خارطة السوق العقارية في البحرين وسينعش السوق العقاري ويحفز المستثمرين المحليين والخليجيين والاجانب على ضخ رؤوس الاموال في قطاع العقارات وللحديث اكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف رئيس مجلس ادارة جمعية البحرين العقارية ناصر الاهلي مرحبا بك في النشرة الاقتصادية وفي البداية استاذ ناصر ما هي برأيكم الاسباب الرئيسية وراء الزيادة في التداولات العقارية في بداية هذه السنة باكثر من ثمانية بالمئة بسم الله الرحمن الرحيم مسي عليكم بالخير مشاهدة تليزون البحرين في الحقيقة التقرير العقاري صدر من جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن نسبة التداولات العقارية في عام 2017 بتتجاوز تقريبا مئتين وتسعين مليون دينار بحريني بالنسبة زيادة عن العام الماضي تقريبا ثمانية بالمئة عام الماضي تقريبا كان مئتين وستة وثمانين أو مئتين وثمانا ستين مليون دينار سنة مئتين وثمانين مليون الحمد لله تعتبرت نتائج إيجابية للقطاع العقاري ولا شك أن القطاع العقاري في البحرين تعتبر أحد أهم المحفزات الاستثمارية والاقتصادية التي يمكن للمستثمر إن كان شركة أو فرد أو مؤسسات العمل فيه بكل أريحية وأيضا بكل نظام بكل موجود الأنظمة والقوانين الموجودة المشجعة لها نعم كما ذكرت أختي قبل شوي في التقرير أن قانون التنظيم العقاري راح إن شاء الله يصدر خلال القادمة وهذا جانب مهم جدا جدا من النواحي نقول إحنا في تطوير القطاع العقاري في المستقبل إن شاء الله في هذه وأيضا جانب أهم شنو الأسباب التي تأتي من ضمنها الزيادة في هذا النمو جانب الاهتمام بالحكومة الاهتمام الحكومي في يمكن القطاع تأتي من أهمية هذا القطاع بالنسبة للإقتصاد المحلي وأيضا الاهتمام المباشر من قبل سمو رئيس الوزراء وصمو الأهد بهذا القطاع من خلال استحداث القوانين الجديدة وأيضا من خلال إعارة القوانين القديمة أو إعارة تشديد القوانين القديمة بما يتناسب مع ما تطالبات الحديثة للقطاع العقاري نعم وما هي توقعاتكم لمعدلات نمو التعاملات العقارية خلال العام الجاري 2017 وهل ستتخطى حاجز المليار دينار الحمد لله نحن على مدى ثلاث سنوات من 2015 و 2016 واليوم في 2017 توقعاتنا دائما في محلها وإن شاء الله بتكون توقعات في محلها في 2015 كنا نتوقع مليار 200 مليون في 2016 توقعنا مليار مئة في 2017 ما نتوقع أقل من مليار فعاد بتكون على الرقم من الأحداث الاقتصادية الموجودة في الدول العالم كلها وهناك في نوع التباطة في بعض العقارات في الملكة البحر الحمد لله نحن لدينا عوام المشجعة ومن ضمن أهم العوام المشجعة أن الاستثمار العقاري لها مردود إيجابي بالنسبة للمستثمرين في كل المستويات المستثمر كان مطور عقاري أو مستثمر فردي أو مستثمر شركات نعم فمتوقعين إن شاء الله على نهاية سنة 2017 بعد مضقل عن 2000 مليار ومليون بينار تقريبا تقريبا في بتقوة الحلوب في هذه وإن شاء الله نحن في مرحلة القادمة على معرضين عقاريين هذه المحفزات أيضا لأننا نقطع العقاري في ملكة البحرين في معرض الخليج معرض اللياي إن شاء الله معرض بايبكس وهذه المعرضة العقاريين تعتبر أحد أهم المعارض العقاريين في البحرين وتعرض فيها العقارات تقريبا توصل أكثر من 750 مليون دينار بحريني وفي المعرض أو أحيانا توصل إلى مليار دينار بحريني في هذه وهذه المؤشرات الإيجابية للقطاع تأتي في الوقت الذي نعاني فيها من الخفاضات والتداول وليس خفاضات في أسعار العراضية الأسعار العراضية والأسعار العقارات نفسها موجودة وعلى الرغم من هذه الغفاضات عندنا السنة نسبة ديادة 8 بين 100 أول الأرحم حسب التقرير ربع سنة ويستطيع من جهات المساقى التجيل العقاري نعم رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي شكرا جزيلا لك والآن نترككم مشاهدين مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة مشاهدين مع أداء البورصات الخليجية في افتتاح تداولات هذا الأسبوع فقد أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاض تراوح بين الربع نقطة مئوية والنصف نقطة مئوية فنأتي لأداء السوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7058 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.24% أما بالنسبة لأداء بورصة الكويت فقد أغلقت مسجلا خفاضا بلغت نسبته 0.21% ونأتي لأداء سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي أغلقت عند مستوى 4591 نقطة بانخفاض تجاوز مشاهدين النصف نقطة مئوية أما بالنسبة لأداء بورصة البحرين فقد أغلق المؤشر العام عند مستوى 1374 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 1.58% وكانت الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين أكثر من 4 ملايين سهم بقيمة إجمالية قدرها 910 ألاف دينار تقريبا تم تنفيذها من خلال 111 صفقة حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة أكثر من 572 ألف دينار أي ما نسبته 63% من القيمة الإجمالية للتداول ترجمة نانسي قنقر